تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنيات من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهنيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقالد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنما في الوطن العزيز هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لسموه ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من طيب المشاعر ومن دعاء صادق مشيدا سموه حفظه الله بأواصل علاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبموازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية اشتركوا في القناة